والذي يدهشك أساس إبراهيم أن يتحدثون في مواقف سابقة إزاي الشناوي يقعد مع فلان ودي قبل ماتش مهم لا الاهل يتعقد معاه ولا الاهل يدفع له فلوس ولا الاهل يحشتكي ولا الاهل يعمل لهذا التصعيد وسموها إنها حاجة مريبة لكن اليوم هم هم نفس الأشفاص يمكن أن تجايب لنا الفخرة دي حتمقش بيقولوا إزاي ده 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 بقى بتاع الزمال المناقش أنا خطبتم الزمالك كده يا سلام إيه ده هو لين الدنيا وفع على دماغ ليه لازم نبص للأمور بالمعكوس لأين عارف ليه لأن الحل سهل وكل سنة نقوله يا جماعة قلنا لكم عشان تاخدوا على إن اللعيب يمضي لنا ديين النموذج بتاع التوقيع ما يظهرش غير كل سنة بقى فيه نموذج جديد ما يظهرش غير في آخر خمستاشر يوم من المسابقة ويبقى اللعب هنا يقرر اللي هو عايزه حتقول لي أصلت حد دولي بيسمح طب ما تكملها بقى بالكامل بيسمح بس وجوبية الاختار وجوبية الاختار ليه تاني عشان لا تتحول من حصوله على توقيع إلى رشوة خصوصاً إذا اختار انت مش 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 مقبض آآ نص مليون جنيه ولا ماتين وخمسين ألف جنيه ده انت مقبض اربعين مليون جنيه عدل ونقب يعني انت لما يكون السنتين بخمسين مليون بتقبض اللعيب مسبقاً حتى انت لقسمتهاله مرواتب شهرية ولا سمتهاله مشاركات ولا حاجة اديت اربعين مليون وعايش منه ايه طيب طب انت عايش منه ايه بتقبضوا ليه اللي اربعين مليون كلها طب ما تتقدر كنت تديله خمسة ولا عشرة والبقى عنده لما يمنفذ معاك لكن اربعين مليون عشان يبقى كلام اللي بقولك بيه رضاه رضاه ده فيه فيلم بتاع الجاتفازر او القاب الروحي قدم له عرض لا يمكن رافضه فهذا نوع من تقديم العروض التي تذهب العقول الى الحزار لان في النهاية عبدالله السعيد انهار بالبكاء تعرف لو لم يبكي كنت احاولك يبقى السفاد اكتر ولكن هذا البكاء له دلالة ولكن ليس معناه ان هذا كفار لعدم الابلاغ غلطة الكابتن عبدالله السعيد انه ما ابلغش الناس وهي ما زال متتفاوض معاه وعندها امل انه هو يوقع لكن قاعد ومعه اربعين مليون جنيف وسط فرقة كان ممكن يفجر الموقف كله داخل الفريق فانت حرص الاهلي على الفريق حرص الاهلي على الكابتن عبدالله السعيد حرص الاهلي لقى لي في الاخر عمل ايه مضى اللاعب بتاعه اتحد الكل عايز ايه عايزو يرجع يقولك مرغم ايه 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 واجه الارغام انه فيه ناس مش هوراه ده في حضورك ناس مش هوراه طب ايفرت حتى فيه بوديجردات وهذا غير حقيقي طبا لحمايته من مين ما هو راجل بيتراجع وقبض من مليون جنيه اربعين مليون جنيه هو مين اللي كان ممكن يقزي في اللحظة دي لا ليه اللي كان حيزيه مش نكون عندنا عقل شوية موسيقى موسيقى